سمير تولاتية ممكن أكبر المتشائمين في الاتحاد ما يتوقعهاش في المقابل هي ليست نهاية الدنيا خلي نقول أكيد طبعا دائما ما تكون مباراة الديربي خاصة قبل أن تبدأ المباراة دائما تعطى 50-50 حالة الفريقين في الدوري لا تعني شيء قبل مباراة الديربي وشفناها في أكثر من مرة ولكن دائما لكرة القدم قواعد وأحكام أعتقد أن التخبط الفني الموجود عليه فريق الاتحاد ظهر في هذه المباراة وأيضا الاستقرار الفني نتكلم عليه لنادي الأهلي ظهر أيضا في هذا اللقاء لو لاحظنا ورجعنا للدوري بالكامل نشوفه استقرار على مستوى التشكيلة بالنسبة لفريق الأهلي الاتحاد تخبط كبير على مستوى التشكيلة وعلى مستوى اللاعبين ووجود اللاعبين خاصة أنه كان يعتمد على مجموعة من اللاعبين كانت هي العمود الفقري حقق من خلالها الاتحاد في موسمين سابقين بطلتين على التوالي ولكن الآن نشوفه لعبين يلعب مباراة تاني ما يلعبهاش أو يغيب أكثر من مباراة أيضا لإصابات وهذا أنا نتكلم على شيء هذا ماهيش مبرر لفريق الاتحاد ولكن أنا نتكلم على الاستقرار الفني هذه نتائجها شفنا العديد من الفرق بغض النظر على الاتحاد والأخضر شفنا العديد منغازي شفنا النصر الاستقرار الفني مهم جدا وتبات التشكيلة مهم جدا للفريق أيضا الاستقرار الفني من ناحية المدرب لما يبدأ عندك مدرب لأكثر من موسمة معاك وهو مسؤول على انتداب اللاعبين بحيث أنه يكون أي لعب يطلبه يكون عنده التوليفة أو المكان المنائم والذي هو يضيف له سمير خلي نتكلمه بشوية واقعية ما يتزايد حد على سمير عبود في نادي الاتحاد قائد وكبتن وبطولات وعرقام وتاريخ كبير المشكلة اللي في الاتحاد ربما تغاضى عليها الكثيرين نتكلم اليوم على أن تسكين اللي صار في الأداء متاع اللاعبين تحميل الطاقم الفني تحميل الطاقم الإداري المشكلة استمرت طويلا هل من الممكن أن نتوصل لمرحلة الاعتراف بالمشكلة الفنية اللي موجودة في الفريق حتى مبارة الدير به شوفوا يا احنا طبعا عندنا مشكلة كبيرة يا احنا ما نعرفوش أننا نواجه المشكلة أو نواجه أنفسنا دائما نحاول نتهرب نحاول نخلق عذار لماذا قلت لك أنا روال أيوم ما نخلقش فيه عذار لفريق الاتحاد فريق الاتحاد ما كانش فريق حتى في الدوري بالمكان اللي هو موجود فيه حاليا ممكن من الصعب أن الاتحاد يبدأ بداية في أي دوري كان زي ما بدايه الموسم هذا يعني اسألتك على هكي لأنه كنا نشعر أنه في مشكلة لكن لأن الاتحاد عنده شخصية كانت العودة متوقعة أو الأسبوع الثاني أو الأسبوع الثالث أو بداية الإياب يعني المشكلة كانت موجودة لكن الوسط وخاصة الاتحادي كان يدفع فيها للأمام على الأقل حتى تعود العجل للدورات هل هذه اليوم هي جزء أيضا من المشكلة الكل كان عنده أمل أن الاتحاد يرجع بالشكل اللي كان دائما ما يكون عليه الاتحاد لعبنا في الاتحاد سنوات طويلة ومرت بنا عديد من الظروف والصعوبات ما كانتش الطريق مليانة بالورود ولكن دائما الاتحاد بشخصيته بجمهوره بالعقلية أنه يقدر يتفادأ أو أنه يتغلب على الصعاب ويرجع الاتحاد لمكانة طبيعية ولكن كان هذا الأمل اللي هو اللي موجود عندنا كل مرة نقوله حيرجع الاتحاد حيرجع الاتحاد ولكن أعتقد أنه لازم يكون فيه إعادة ترتيب الأوراق وإعادة البناء البيت من الداخل ترجمة نانسي قنقر